في ذات السياق أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أنه سيتم التحقق من تصريحات المسؤولين بممتلكاتهم إلكترونية وسيشارك في عملية تحقيق كل من الوكال الوطني للوقاية من الفساد ومكتب مكافحة الفساد وسيواجه المخالفون بحسب المدعي العام عقوبات بالسجن تتراوح ما بين سنتين وخمسة عشر سنة ووجه لوسينكو في ذات السياق نداء لدائرة المالية من أجل التحقق من الجهات المانحة بدفع الضرائب والمحددة قانونية لتذكير فإن المرحلة الأولى من التصريح بالممتلكات إلكترونية للمسؤولين أغلقت في منتصف ليلة الثلاثين من أكتوبر الماضي عندما يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي على مطاق واسع يفوق الستمائة وخمسة وستين ألف هريفنة فهذه مخالفة ويصبح جنحة جنائية إذا زاد عن السنتين إذا كان المبلغ أكثر من مليون وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف هريفنة فهذا الأمر جريمة أقل خطورة وإذا زاد مبلغ التهرب الضريبي عن ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفا يصبح الأمر جريمة خطيرة ويصبح مسؤولية جنائية إذا تقادم الأمر لعشر سنوات شكرا